انه محكمة جنات جنوب القاهرة قررت ادراج اسم عبد المنم ابو الفتوح وخمسة اخرين على قائمة الكائنات الارهابي المحكمة كان رح لها يعني اتحول لها مذكرة من النائب العام هذه المذكرة اعتمدت على مذكرة من نيابة امن الدولة العليا التي اعتمدت بدورها على تحريات الامن الوطني عن نشاط عبد المنم ابو الفتوح خلال الفترة الماضية واخذت المحكمة محكمة جنات القاهرة قرارها بادراج اسم عبد المنم ابو الفتوح وخمسة اخرين على قوائم الكائنات الارهابي عايز اقول لحضراتكم ان الشخص اللي بيدرج على قائمة الكائنات الارهابية بتسقط عدد من الحقوق عنه يعني تبقى للقانون انه بيمنع من السفر ويضع على ترقب الوصول يسحب جواز سفره او يلغى ويمنع اصدار جواز سفر جديد له يفقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة او النيابية يتم تجميد امواله والتحفظ على ممتلكاته للتحقق من استخدامها في ممارسة نشاط ارهابي من عدمه فاذا هذه الاثار ترتبت على قرار ادراج عبد المنم ابو الفتوح على قوائم الكائنات الارهابية الاهم من ده انه المسألة تحركت على طول وده يخليني انا وانت نسأل يعني اذا كان عبد المنم ابو الفتوح هو رئيس حزب مصر القوي ووضع اسمه على قوائم الكائنات الارهابية فهل من الطبيعي ان يظل هذا الحزب موجود اولا الحزب ده ما كان لهش وجود ولا ليه نشاط ولا ليه مساه وتبقى لرصد دقيق يعني هذا الحزب كان بيقعد بالستة الشهور ما بيعملش اي حاجة وبعدين يعمل ندوة ندوة فده نشاطه ولذلك مثلا بعد ما تم الابض على عبد المنم ابو الفتوح وصدر بيان عن حزب مصر القويه يقولك ان الحزب سيقوم بتجميد انشطته فانا اتحكت الحقيقة اللي هو ايه يا جماعة احنا هننصب على بعض انشطة ايه اللي انتوا هتجمدوها مفيش انشطة فيه شوية ندوات وشوية اعادات وشوية لقاءات محن تكونش مقرات مفيش اعضاء في الحزب يعني يعني برضو هي الحكاية ان الحزب هو منها ويفتوح شوية اصحابه لكن هو السؤال يعني زي حزب مثلا بناء والتنمية بتاع الجماعة الاسلامية وعمل الانتخابات وقالك طرق الزمر اللي هربان في قطر اللي هو انتوا فاكرين طرق الزمر ده لما وقف على منصة رابعة وقالك اذا خرجتم سنسحقكم جميعا اللي هو يعني والاحزاب ماشية طب هو فين دور الحكومة ودور لجنة شؤون الاحزاب هنا المسألة جماعة لا تحتاج مصر الان الى ايادي مرتعشة مصر تحتاج الى نوع من المبادرة يعني لو فكرة تستنى محامي يرفع قضية او يطالب فيه هذه الدعوة القضائية بحل حزب مصر القوية ده المفروض ده يترتب عليه يعني يا دي الاثار بس اللي بتترتب على ادراج اسم حد في قائمة الكينات الارهابية طب اقول لكم حاجة يعني ده القانون اللي انا قلته لحضراتكم ده لما حد يتحط اسمه في قائمة الكينات الارهابية ده اللي بيترتب عليه طب هل انه الشخص اللي بيتحط اسمه في قائمة الكينات الارهابية هل من حقه انه يحط صوته في الانتخابات يشارك في التصويت مثلا يعني القوانين في هذه الفترة الزلقة الحرجة التي نعاني فيها من سيولة كبيرة جدا ليه القوانين مش واضحة ومحددة وحطة كل الحاجات شبقاش فيه صغرات ليه يعترتب على الشخص ده عنده حزب سياسي رئيس حزب سياسي وبعدين اسمه بقى مدرج على قائمة الكينات الارهابية فالحزب يفضل كده الحزب يعملش حاجة يعني ما يخوفش يعني انت لو فضلت هتلاقي يفطة محطوطة وخلاص فاعتقد المسألة محتاجة اعادة نظر